عفاريت مقبل التاريخ احذر مبتلع الظلام وحارس بحرة اللهب القدماء المصريين زيهم زي اي شعب كان عندهم هواجس ومخاوف من القوى الخفية والعفاريت وكانوا مؤمنين جدا ان في كائنات وراء الطبيعة ممكن تغير مصر حياة الانسان بالاجاب او السلب ومهام العفاريت واسماءهم كانت متنوعة في بيئة المصر القديم وكل عفاريت كان ليه مهمة محددة عشان تعرفوا قصة العفاريت المصر القديم تابع الفيديو للنهاية المصر القديم اعتقد ان العفاريت ممكن تدخل في حياة كل شخص لصالحه او ضده وبعض الناس اعتقدت ان الكائنات الخفية ممكن تساعد الانسان في تخطي مشاكل الحياة المختلفة وبعض الناس اعتقدت ان العفاريت دي ممكن تتعمد ايزاء الانسان عن طريق عقابه على زنب ارتكبه العفاريت عند المصريين الكداماء كانت لهم طبيعة مختلفة فبعض الناس اعتبرتها مخلوقات خارقة للطبيعة وانها في حالة وسط بين البشر والآلهة وبعض الناس التانية اعتبرتها كائنات من لحم ودم زي البشر العفاريت بعين المصر القديم كانوا بيتكلموا بلهجة غير مفهومة ومن النادر ان الجن كلي اسم لكنهم اتعرفوا بصفات على حسب ما همهم اللي بيقوموا بها زي الضخم مبتلع الظلام وصحب الوجه الساخن والناري بالاضافة لسمتهم واشكالهم زي صاحب وجه الكلب واكل لحم الاضحية وحارس بحرة اللهب وكانوا بيشيلوا اسلحة زي الاسهم والخانجر والسككين ومهام العفاريت تنوعت وفقا لطبعتهم ففي عفاريت من مهامها الحق الضرر والعقاب بمرتكب الافعال الشريرة في العالم الاخر فوجودها كان لسبب اخلاقي بالاضافة للمهمة الاساسية وهي حراسة البوابات والاماكن المقدسة وحماية البشر على الارض وكان فيه فئة من العفاريت بتكفي الخيرين وفي نوع من العفاريت بتجي من العالم الاخر عشان تعتدي على البشر ومن خلال النصوص الفرعونية العفاريت كان بتبقى موجودة في اماكن زي الصحرة والمجار المائية والمقابر والظلام والمصر القديم قسم العفاريت لتلات انواع منهم الشياطين وهم مجموعة من العفاريت بيتكلموا لغة غير مفهومة وبيعيشوا على الفضلات وراحتهم كريهة جدا واشكالهم كانت مختلفة زي الحمار والتمساح والتعبان وفي بعض الاحيان كانوا بيظهروا بصورة ادامية ورأس حيوان اما رسل الالهة هي مجموعة من العفاريت بتستخدم لتنفيذ اوامرهم وهم قوة غير مرئية واقدم ذكر ليهم كان في نصوص الاهرام ومهمتهم بتتلخص في انجاز الاعمال الضرة ومعقبة المزنبين ونشر الامراض اما النوع التالت من العفاريت فهم ارواح الموتة وهم نوعين النوع الاول الاكوات اللي ما ادفنوش بيتحولوا الارواح شريرة تصب غضبها على الاحياء والاموات والنوع التاني الابرار وهم الموتى اللي تقلبوا في مملكة الاموات واصبحوا ارواح وفي نوع من العفاريت كان نوع مسبب للامراض بالذات للاطفال وتصور في اغلب المناظر بهيئة ادمية بيخفي عينه بايده والمصر الاديم صوروا بالشكل ده عشان محدش يتصاب بالازة لما يشوف صورته وفي نوعين من العفاريت تذكروا ضمن الفقرة 48 من بردية ابريس انهم بيسببوا نوع من الامراض ولكن النص ما ذكرش حاجة عن طبيعة العفاريت او طبيعة المرض اللي بيسببوه وفي عفاريت اسم المتعب والمتعبة وكم مصطلح المتعب ده بيطلق على المتوفي صاحب المسير التعييس وتذكر ضمنه نصوص التوابيت واكتاب الموتى اما مصطلح المتعبة اتذكر في نصوص التعويز السحرية الشافية من الامراض اما في الفقرة رقم 15 من بردية هيرس اتذكروا على انهم زوج من الشياطين الضرة التي يجب القضاء عليها اما عن طريق القضاء على العفاريت فالنصوص ذكرت عدد من الطرق زي استخدام المواد اللي العفاريت بيكرهها زي العسل والتوم والبيرة والتهديد بالحرق والتهديد بقطع اللسان والتهديد بربط العفاريت ومنعه من الحركة وارتبط بعملية ابعاد العفاريت بعض مصطلحات زي انصرف وارجع للخلف دي كانت حكاية العفاريت المصري القديم واستنونا في حكاية جديدة من حكاية عن مصر